ويبقى معنا محمد حلمي من مكة المكرمة موفدة التلفزيون المصرية محمد يعني كيف هي أحوال البعثة المصرية في الأراضي المقدسة؟ منذ أن تعياتي لك محمد من مكة المكرمة بالتعالي نحوذنا اليوم من المدينة المنورة لكن هناك حاجة تنفس وخصية هناك تزايد من الحجاج المصريين لاتكمال الرحلة المقدسة بزيارة المسجد للقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي هناك أعداد متزايدة على الأيادات التي تصل إلى 6 أعيادات يمكن المتوسط اليوم الذي يقبل الحجاج على هذه الأيادات يصل إلى حاجة اليوم بفضل دون كافة الحجمات الفشريفية والعلاقية ما يهمنا هنا هو عدد الحالات المرضية من الحجاج المصريين المضايدة في المستشفات منهم 25 حالة الحالات الموجودة 25 حالة بالعناية المركزة وتعاني من نجاج حراري افتتاع دقس الشسر للقص بالقلب قصارة قلبية وهذلك للقص بالنور ولكن الحمد لله الحالات المستقرة دي تاني من قروب الحالات أولاً بأول سواء إلى القسم الدخلي أو قروب حالات من القسم الدخلي بأسبب استكمال علاجها بأستعمال العوضة إلى العرض الوطن أو استكمال الرحلة المقدسة أكثر من ألف ندوة وصل عدد المطلوبين على هذه الندوات أكثر من 30 ألف حاجة بفضل منهم رسالة تواوية وحظة رسالة تواوية المهمة بعد الزيادة حالات ندوات البرد وبالتالي لمنع انتشار الأوباء ومنع انتشار الحالات التنفسية يكون الضور المحوري لدحسة الطفل اللقائي في أماكن الجماعات الخضاج المسلمين تارض المدينة المنورة أو الملكة المكرمة لمنع الأمورات وكذلك كيفية تجانب ضربات الشمس والتربية السليمة التي تتوافق مع هذا الحدد الآن أكبر لك أن الجسد الجوز من الشركة الوطنية بيعمل على مدار الساعة اليوم من هناك رحلة تتعرحلات من جدة إلى القاهرة رحلة ثاني من جدة إلى العبصر رحلة ثاني من جدة إلى جماعة و12 رحلة من المدينة إلى القاهرة الحمد لله حجاب نتو بخير تقضى بأي أمراض وبائية هناك أجواء روحانية لما يفضل لها الحجاب المسوريين من حوالا من السلطات السعودية حتى اليوم وكذلك البعثات النوية المسورية منها البعثة السلطية المسورية التي تعمل على مدار الساعة لتوفير هذه الأجوال طب محمد يعني الحالات التي أصبت بجلطات كيف هي حالتها الآن وكيف يمكن لذويهم اللي اتمنان عليهم بلتالي سلطة محمد بيتم هناك طريق طب من سبع لدارة طبية في أجوب هذه المستشفيات لرصب الحالات التي تحدث المرضى بكلها مجددا أول حالات التي تحدث وتنفرضها وبالتالي بيتم تواصل من حلال هذه الصورة الطبية التواصل بين المرضى وزوين في القاهرة عن طريق الهاتف بيتم من اتصال بيهم للمنان عليهم ولكن وقت بيناك الحمد لله الحالات المستطرة وبيتم من طبعتها سواء من البعضة الطبية المصرية بالتنصيص مع الطوطات السعودية التي بالفعل هناك جهزية تامة للتعامل مع هذه الحالات بشكل مدوضة أشكرا جزيلا شكرا أبو حمد حلمي موفد التلفزيون المصرية كنت معنا من مكة المكرمة ترجمة نانسي قنقر